بسم الله الرحمن الرحيم السادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير بالنسبة شهر رمضان مبارك بنجعل أيام خير وبركة إن شاء الله علينا وعلى مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية بإذن الله النهاردة أعيز أكلمكم في موضوع الساعة كل الناس بتتكلم على الكورونا فيروس وعلى تأثيراته وإزاي في ناس يجي لها الكورونا فيروس ما تحسش بيه خالص ولا كأنه جالها حاجة وما تعرفش إنه هو جالها أساسا وفي ناس تحس بأعراض طفيفة جدا وفي ناس تبقى محتاجة تدخل رعاية مركزة وتتحط على أجهز التنفي الصناعي ولقدر الله ممكن يحصل منها مضاعفات وممكن يحصل منها وفيات وفي ناس معينة تلاقي التأثير عليها أليل زي الناس الأطفال وزي الشباب الصغير تلاقي التأثيرات بتاع الفيروس عليهم بسيط جدا الناس اللي عندهم سنهم أكتر من سبعين أو اللي عندهم أمراض مصاحبة زي السكر زي الضغط زي مشاكل في الرئة زي تدخين مزمن زي مشاكل في القلب زي مشاكل في الكلا في الكبد تلاقي تأثير الفيروس عليهم بيبقى أكتر وبالتالي إحنا محتاجين عشان نفهم الوضع كويس إن إحنا نعرف يعني إيه الأول فيروس وإيه فرقه عن البكتيريا وإزاي نتعامل معاه وإيه هي سبل الوقاية منه وإذا حصل نعالجه إزاي وبيأثر إزاي على المخ الفيروس مبدئيا هو كائن غير نشط يعني لوحده كده قاعد ساكت ما بيعملش حاجة وغير حي يعني ما فيش فيه حياة أو نشاط طالما هو برة الخلية اللي بيعتمد عليها يعني هو أما يدخل جسم الإنسان أو جسم الحيوان يبدأ يعتمد على الخلايا الحية اللي في جسم الإنسان أو الحيوان ويطلع منها الأحماض الأمينية وهو يبدأ يتكاثر ويتولد يعني أنا بقول بالزبط الفيروس بترد فيه الروح أول ما يدخل جسم البني آدم أو جسم الحيوان بعكس البكتيريا البكتيريا دي بتبقى حاجة حية بذاتها موجودة في جسمك أو موجودة خارج جسمك هي عايشة وبتتكاثر البكتيريا كمان تقدر تشوفها بالميكروسكوب العادي إنما الفيروس لازم تشوفه بحاجة اسمها ميكروسكوب إلكتروني محتاج إمكانيات ضخمة جدا عشان تشوفه لأنه حجمه صغير جدا 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 البكتيريا في إذا عملت لك مرض أو التهاب أو كذا علاجها سهل لإنك أنت عندك مضادات حيوية تقدر إن أنت تدي المضاد الحيوي اللي يأثر في النوع ده من البكتيريا ويقتلها إنما الفيروس ملوش مضاد حيوي وبالتالي أنت محتاج حاجة اسمها فاكسين أو مصل عشان تقدر تدي للبني آدم فيموت الفيروس اللي دخل في الخلايا بتاعته البكتيريا دايما بتبقى لها حاجات البني آدم يقدر يستفيد منها يعني أنت تقدر تصنع منها مضادات حيوية تعمل منها ريسايكلينج في الطربة مش عارفت تدخل في تكوين الكحوليات والغاز الميثايل يعني لها حاجات نقدر نستفيد بيها كتير بعكس الفيروس كله أضرار إلا فيما نضر يعني البكتيريا والفيروس نقدر نعمل منهم ما يسمى بالجين ثيرابي أو بعض التطعيمات ونقدر بالجين ثيرابي ده نعالج به بعض أنواع السرطانات وهكذا وبالتالي ممكن في أحيانا قليلة نستفيد بالفيروس دي كده فكرة عامة عن الفيروس والبكتيريا وإيه الفرق ما بين الفيروس والبكتيريا وده علاجه ليه بالأنتيبيوتك ينفع وده ما ينفعش على الفيروس ما ينفعش العلاج بالمضاد الحياة طيب الكورونا فيروس ده مش نوع واحد يعني الكورونا مش فيروس واحد ده إحنا عندنا منهم حوالي سبع أنواع من الكورونا فيروس وهم في الطب بسموها كورونا فيروس لأنه أما بتحطه تحت المجهر الإلكتروني بيبان منه زي نتوآت تشبه التاج اللي بتبسه الست أو الملوك فيسموها كورونا فيروس يعني الفيروس اللي له شكل التاج الملكي وهم سبع أنواع زي ما قلنا طيب أما جينا للفيروس اللي أول ما اكتشف اكتشف في شهر ديسمبر في الصين في 2019 فقاله طيب بما أنه الكورونا فيروس في منها سبع أنواع فإحنا عشان نقدر ننيم الفيروس ده إحنا هنسميه كوفيد 19 يعني ايه كوفيد 19 كوفيد الـ CO معناها كورونا اختصار كلمة كورونا وفي آي معناها فيروس ودي معناها ديزيز يعني الكوفيد معناها كورونا فيروس ديزيز أو مرض الفيروس الكورونا أوكي و19 معناها أنه اكتشف أول حالة اكتشفت سنة 19 لأن احنا عارفين أن الفيروس ممكن يتحور فممكن يجيلك نفس نوع الفيروس ده متحور إلى صورة أخرى سنة 2020 فقالك عشان ننمره أو نعلمه أو نعرف المواصفات دي جات في سنة 2019 فسموه كوفيد 19 اختصار كورونا فيروس ديزيز سنة 2019 وجدوا أنه أول حالات اكتشفوها كانوا حوالي أربعين حالة في الصين تلتين هذه الحالات كانوا بيتعاملوا في سوق المنتجات البحرية اللي هو بيبيع جنباري وصبيت ومأكلات بحرية وكذا وكذلك بيبيع طيور حية والفيروس بيعيش زي ما احنا قلنا في الثديات وفي الطيور فاكتشفوا انه تلتين الحالات اللي هي أول حالات تصابت كانت لها تعامل دايريكت بهذا السوق والسوق ده انتوا عارفين أما بيبقى فيه أسماك وكده الناس بترشوا مية فالسوق ده بيبقى رطب والفيروس يحب الجو الرطب ما يحبش الجو الحر يموت من الحرارة وينتعش جدا ويفضل في دورته موجود في الجو الرطب فاكتشفوا انه تلتين الحالات الأولينية دي كان لها تعامل دايريكت مع هذا السوق واتنقل الفيروس من الخفاش إلى البني آدم وبعد كده بيتنقل من بني آدم للتاني بصورة سريعة جدا الفيروس ده حجمه صغير جدا يعني أقل من 3 أو 4 مايكرون أوكي وبالتالي عشان تحمي نفسك يجب أن تلبس ماسك يكون الخروم بتاعته أقل من 3 أو 4 مايكرون إلا هيدخل لك أوكي فاخترعوا ماسكات طبية معينة اسمها N95 اللي هي الفيلتر بتاعها ما يعديش الحاجات اللي هي 3 أو 4 مايكرون وبالتالي يحمي بنسبة 90% من العدوى دا لو كانت العدوى عن طريق جهاز التنفس انت بتتكلم مع واحد قريب منك وخدت الفيروس منه إنما هو الحقيقة لا الحقيقة أن الفيروس ده تقيل وزنه تقيل شوية فأما بيطلع من الرزاز بيجي يسقط دايريكت ما بيمشيش في الهوى بيسقط على أسطح زي دي فتلاقي واحد عنده الفيروس وهو بيتكلم الفيروس يقع على المكتب ده ساعتك تيجي تتكلم تحط إيدك على المكتب يبقى أنت كده خدت العدوى أول ما تلمس وشك إيدك تلمس وشك إيدك خدت الفيروس وحطته على الجهاز التنفسي ولذلك العدوى سريعة جدا وبتحصل لأغلب الناس مهما خدت من احتياط احتياط انك تبعد مسافة عن الشخص اللي بتتكلمه حوالي متر متر ونص أو ان انت تلبس مسكات أو ان انت تلبس مسكات بأنواع معينة ان هي تحمي أكتر عشان الخروم بتاعتها ما تدخلش الفيروس اللي حجمه صغير دوت أو انك انت تحاول انك في كل شوية تغسل إيدك ب مية سخنة لأن الفيروس ما بيطقش الحرارة أو انك تستخدم كحول أو كل دي طرق وقاية تقدر ان انت تعملها انما في النهاية مهما عملنا من طرق لمكافحة العدوى انتشار الفيروس ده سريع جدا وبطرق مختلفة كتير جدا يعني انت في طرق ما تتخيلهاش يعني ممكن يكون الفيروس ده واع على الأرض وانت دست عليه بالشوز بتاعتك دخلت البيت اي حد وقع او او بيصلي على السجدة اللي انت لمستها دي ممكن ياخد الحد بمنتغ السهول وبالتالي طرق الوقاية مهما عملناها مش هتبقى مفيدة للدرجة الكافية في رأيي طيب اما بيحصل العدوى دي الفيروس ضعيف جدا وبيدخل جوه الخلية مجرد دخوله جوه الخلية يبدأ يغير في الحمض النووي ويتكاثر داخل الخلية هنا بقى الخطورة اذا الواحد ساب الفيروس ده يتكاثر جوه الخلية لحد ما نسبة الفيروس في الدم ارتفع جدا 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 ده خطر بقى لانه هيبدأ يدخل على كل اجهزة الجسم عندك يدخل على الجهاز التنفسي يبوز الرئة يدخل على الكلا يبوزها يدخل على الكبد يدخل على المخ يدخل على الجهاز الهضمي بيدخل في كل الحتة لانه بينتشر عن طريق الدم بعد ما بيدخل الخلية بيبدأ يمشي في مجرى الدم ويوصل لكل الاعضاء بتاع الجسم ويؤثر فيها تأثيرات شديدة جدا زي ما نشوف بعد كده وبالتالي اهم نقطة في الموضوع اذا زيك زي التسعين في المية اللي هياخده العدوى دي ومش هيحس بيها او هتبقى اعراض خفيفة خلاص يبقى قضى الله امرا كان مفعولة والجهاز المناعي بتاعك ادر يتغلب على الفيروس وانت مش هتحس بحاجة وهتاخد مناعة منه وهتتكون في جسمك اجسام مضادة ولا خوف عليك وربنا نجاك وما فيش مشكلة ده بيحصل فيه تسعين في المية من الحالات طيب العشرة في المية البقين خمسة في المية منهم نصهم يعني خمسة في المية بيبقوا عندهم اعراض جمدة شوية زي دور زي ما تقول ايه انفلوانزة جديدة قوي وبيطول حبتين فده المهم فيه انه يتعالج بدري قبل ما الفيروس يبدأ كميته في الدم تزيد اول ما يدخل اول ما يحس باعراض بقى اللي هي سعال او عطس او كحة نشفة او ارتفاع في درجة الحرارة وغبوط في الجسم ومش قادر يوزن نفسه وحاسس انه جسمه مكسر وحرارته عالية ده يجري بسرعة عشان يبدأ ياخد العلاج قبل ما الفيروس يزيد فيه الدم والعلاج هو بالبساطة كده هو حاجات بتحاول تموت الفيروس قبل ما يوصل للخلية وحاجات ادوية بتدخل جوه الخلية اللي قريدي دخل فيها الفيروس توقف الانزيمات اللي هو بيشتغل عليها عشان تمنع تأثيراته ودي كلها ادوية كانت موجودة في السوق قبل كده كنا بنعالج بها الروماتويد وكنا بنعالج بها الملاريا وادوية اخرى اسمها مضادات الفيروسات مش هنتطرق لكل الكلام ده بالتفاصيل انما في النهاية الشيء اللي بيديني امل انه يحصل شفاء من الفيروس انك تلحق نفسك بسرعة اول ما تحصل الاعراض تجري بسرعة تبدأ العلاجات عشان قبل ما الفيروس يتكاثر في جسمك ويبدأ يمشي بكمية كبيرة في طيار الدم ويبدأ يوصل لمختلف الاعضاء بتاع جسمك ويدمرها لانه الفيروس ده بيشتغل ازاي زي ما نشوف بعد كده بيعمل حاجة غريبة جدا بيبدأ يدخل في يلعب في البروتينز بتاعة اللي موجودة من ضمنها البروتينات اللي في الدم والصفايح الدموية ويعمل تجلط في الدم يعني يحصل جلطات في الاوعية الدموية وبالتالي الدم اللي واصل للحتة اللي بيروح لها الفيروس ده بتقل جدا فإذا في حتة زي المخ وقفلك شريان صغير يعملك جلطة في المخ إذا عمل لك شريان والمخ يحاول انه هو يشوف طريق فرعي يكمل به الدم اللي واصل ممكن يعمل نزيف يقلب نزيف في المخ وكذلك في كل الاعضاء ممكن يجيلك الكلام ده في الكلة وواصلك الشريان بتاع الكلة ما تقول لاش دم فتقف عن العمل أو الكبد أو في الجهاز الهضمي اللي تلاقي عينين يجي لهم إسهال فظيع جدا بالذات في الحيوانات بعض الحيوانات اللي بيجي لهم أنواع من الفيروسات تأثر أكتر عندهم مش في الجهاز التنفسي زي البني آدم تأثر في الجهاز الهضمي والحيوانات دي يجي لها إسهال بشكل رهيب جدا في البني آدم ممكن تحصل بس بتحصل في حالات قليلة وبتبقى بأعراض أبسط من اللي بتحصل في الحيوانات طيب إحنا بالنسبة بقى للمخ لاحظنا حاجة غريبة جدا بالذات في أمريكا في ولاية نيويورك لقينا أنه في أعداد كتيرة جدا بتيجي عندها أعراض الفيروس حرارة بدأت تعلى وكحة وعطس وحاسس أنه جسمه مكسر وبتاع يروح المستشفى يعملوا له تحليل يلاقوه إيجابي وغالبا بيبقوا سنهم صغير شباب صغيرين فيقولوا لهم روحوا اعملوا مثلا عزل منزلي لمدة أسبوعين ولا حك يعودوا أربع خمس ديام ويرجعوا لهم على المستشفى في عربية إسعاف إيه اللي حصل جالهم جلطة في المخ إيه اللي جاب جلطة في المخ في شاب صغير في واحد عنده كورونا فيروس المفروض بيصيب الجهاز التنفسي هو ده الكلام اللي عايزين نفهمه بقى قال لك المرض ده يعني تقدر تقسم المرض من ساعة ما بيدخل ويصيب الإنسان إلى ثلاث مراحل أول مرحلة اللي هي المرحلة أنت اتعديت من واحد وبالتالي عندك فترة حضانة للفيروس الفيروس دخل جسمك بس لست ما عملش أعراض المرحلة دي بتعد من يومين لأسبوعين وبالتالي إحنا لو عايزين واحد بوزيتف نشوف هتظهر عليه الأعراض ولا لا نقعده معنا في حجر صحي لمدة أسبوعين دي فترة حضانة الفيروس نشوفه هيبدأ يحصل نشاط في الفيروس ويبدأ يعلى نسبته في الدم ولا جهاز المناعة هيقضي عليه فاحنا بنقول من يومين لأسبوعين دي فترة الحضانة دي أول مرحلة اللي انت بتتعدي فيها ولسه ما عندكش أي أعراض الأسبوع التالت هو أسبوع الأعراض إما ان انت تبقى من التسعين في المية الكويسين اللي ما حصل لهم ش حاجة وزي الفل ومش هتحس بحاجة أو من الخمسة في المية اللي بيجي لهم أعراض بسيطة وعلاجهم بيبقى غالبا في البيت ومش محتاجين دخول مستشفات أو الخمسة في المية اللي قدر الله اللي أعراض هم جمدة جدا ومحتاج يدخل مستشفة ومحتاج يدخل رعاية مركزة وبالتالي انت بتعرف النتيجة النهائية بعد أربع أسابيع عشان كده عملين يقولولك دايما يقولك خلي بالك الأسبوع ده مهم الأسبوع الوراء مهم الشهر اللي جاي ده كله هيبقى مهم ليه لأنما بنشوف حالات بتزيد بنبقى عارفين أنه احنا قدامنا من يومين لأسبوعين فترة حضانة ممكن تتعدي فيها وانت مش عارف انك خدت العدوى خالق وبعد كده الأسبوع التالت تبقى فيه الأعراض والأسبوع الرابع تبقى نتيجة الأعراض دي إذا كنا في التسعين في المية كويسين ولا الخمسة في المية النص ونص ولا الخمسة في المية الوحشين أم وبالتالي بنقول أنه الفترة دي بتاخد حوالي أربع أسبوع الحاجة الخطيرة بقى اللي قلتلكوا عليها أنه هو أما الفيروس بيدخل وكميته بتعلى قوي في الدم ويبدأ يعمل تجلطات يعمل جلطات أو نزيف في المخ فنيجي يجينا حد شاب صغير مش متوقعين في السن ده أنه يجيله جلطة في المخ ونبص اللي هي عنده أعراض جلطات في المخ أو نزيف في المخ الناس في نيويورك متقدمين شوية من ناحية أنهم عندهم الرعاية المركزة اللي اللي محجوز فيها المريض اللي عنده جلطة في المخ نتيجة الفيروس الكورونا ده يقولك إحنا مش عايزين نحرك العيان من مكان للتاني كتير يعني مش عايزين ناخده من الرعاية المركزة ننقله لوحدة الأشعة يعمل أشعة فيها وعلي كي نرجعه تاني ونعرض الناس اللي بيتعاملوا معه للعدوى احنا مش عايزين نعمل كده قالك احنا اخترعنا جهاز رانين مغناطيسي متحرك هو ياخده الجهاز الرانين ده وينزله به الرعاية المركزة يعمله للمريض وهو جوه الرعاية المركزة الرانين المغناطيسي وقدرنا من هنا نكتشف رقم مذهل جدا قالك تلت الحالات اللي عندها كورونا اللي دخلت المستشفيات جالها جلطات في المخ وده رقم مفزع جدا لانك في الاحوال اللي زي دي انت بتبقى خايف قوي من انه الجلطة دي تكبر وتبدأ تأثر في تعمل شلل وتمنع الكلام ممكن تقف جزع المخ تؤدي الوفاء وممكن تقلب بنزيف في المخ فاذا انت اكتشفتها بدري فأول ست ساعات ممكن تاخد العيان ده تعمله اسطرة وتحاول ان انت تدوب الجلطة دي لو هي في مكان واحد ويشفى المريض بالتدخل بالاسطرة او في بعض الاحيان بتدي ادوية تدوب الجلطة دي على قد ما تقدر اما الدواء تديه عن طريق الوريد او ان انت تديه عن طريق الحق داخل الشريان باستخدام الاسطرة لقى يبقى انه للأسف الناس اللي بيجي لهم جلطات ونزيف ما بيجيش في حتة واحدة ده بيجي في اماكن كتير في المخ لانه بيقفل شرايين كتير قوي لانه ماشي مع مجرة دم وبيقفل الشرايين الصغيرة ويقلب بنزيف تبقى فيه نقطة نزيف في حتة متنسرة في المخ وبالتالي العلاج مش بعد ما تكتشف المرض يعني بعكس الجلطات العادية الجلطة العادية لو واحد سنه كبير او واحدة سنها كبير وعندهم سكر وضغط ومشاكل في القلب ومشعارف تصله بشرايين وكل الحاجات اللي بتخلي البني آدم يجيله جلطة وبدأ فجأة وهو قاعد في البيت جاله ضعف في الحركة والكلام متأثر وكذا وبتاع دي بتعمله بسرعة رانيمة وناطيسي تكتشف ان في جلطة في شريان واحد تدخل بالأسطرة في خلال من اربعة لست ساعات تقدر ان انت تدخل جوه الشريان ده وتسحب التجلط اللي حصل ده الجلطة دي وفي بعض الأحيان اذا ما نفعتش القسطرة ندخل نفتح الشريان ده ونسحب منه الجلطة وبعدين نوصل الشرايين ببعضها مرة تانية عشان نحافظ على سريان الدم في المخ دي الجلطة العادية اللي بتحصل في الناس الكبيرة في السن انما الجلطة اللي بتحصل مع الكورونا ممكن تكون جلطات صغيرة صحيح ولكنها في اماكن متعددة وبالتالي علاجها بالتدخل بالأسطرة والتدخل الجراحي بيبقى عادة علاج متأخر وغير ناجح وبالتالي بنحاول ان احنا نمنع حدوث الجلطات دي عن طريق ان احنا ندي ادوية للناس المعرضة لحدوث مثل هذه الجلطات لان قلت لك تلتي الحالات بيجيلها فبدأنا ندي ادوية تمنع حدوث هذه الجلطات بعد ما اكتشفنا العدد المزهل ده المضاعفة التانية اللي بتحصل في المخ نتيجة موضوع الكورونا ده انه بعض الناس نتيجة التجلطات بدأ يجيلهم تشنجات صرعية يعني يعني يجيله صرع او يجيله تشنجات او اغماءات نتيجة نقص الاكسوجين اما بيحصل تجلط في بعض الشريين والتجلط ده يبقى في اماكن متعددة بيتأثر الاكسوجين اللي واصل للخلايا بتاع الاشرة المخية وهذا ممكن يؤدي الى حدوث تشنجات صرعية ومن هنا بنبدأ ندي بعض الادوية اللي هي بتساعد على منع حدوث التشنجات ومنع التوصيل ما بين الخلايا بتاع الاشرة المخية عشان نقدر نسيطر على موضوع التشنجات دي في بعض الاطفال لاحظنا انه مع الحرارة العالية ممكن يجي لهم تشنجات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وبعضهم بيجي لهم في انجلترا بدأوا يلاحظوا انه الاطفال بيجي لهم الكورونا فيروس بيجي لهم مرض اسمه متلازمة معينة كده بتبقى عبارة عن تجلط في الاوعية الدموية اللي موجودة في الجلد تلاقي الطفل كله بطش حمرة كده زي ما يكون عنده ارتكارية او عنده رشح جامد جدا والتجلطات دي بتبقى موجودة في اعضاء من جسمه كتير قوي زي الكلا وزي الكبد وتؤدي الى حدوث وفيات في الاطفال دول ولقينا انه الكورونا فيروس يزود احتمالات حدوث هذه المتلازمة في الاطفال نتيجة حدوث التجلطات في الاوعية الدموية وبالتالي المرض ما بقاش هو مرض في الجهاز التنفسي وبس لا ده ما بقاش كده ده بقى تأثيره على الجهاز التنفسي وكمان على الكلا والكبد والامعاء والمخ وكل اجهزة جسمك بتتأثر نتيجة وجود هذا الفيروس في الدم الحاجة التانية اللي ممكن نكلمك فيها عن الكورونا فيروس هو طريقة التشخيص والامل في العلاق طريقة التشخيص هي ببساطة كده الفيروس بيبقى عامل زي البلحة البلحة دي عبارة عن نواة ده اللي هو جسم الفيروس او المادة اللي هتعمل المشاكل بعد كده ومخاط هذا الجسم بغلاف بروتيني اللي هي ثمرة البلحة دي اوكي وبالتالي انا لو عايز احلل الفيروس واشوفه فقدامي حاجة من اتنين اما ان انا اجي اخد النواة اللي جوه دي اللي هي المادة اللي هتعمل اللي المشكلة من الفيروس واعملها تحليل اسمه البي سي ار اشوف نسبتها في الدم الدي وبالتالي ده تحليل دايريكت يبين لي عندي فيروس ولا ما عنديش يسموه البي سي ار اوكي اللي هو اللي هو بيشوف النواية دي موجودة ولا مش موجودة او الطريقة التانية انه الغلاف البروتيني دا دا الغلاف المحيط اللي هو الثمرة بتاع البلحة او الحتة اللي بنا النتوءات كده فناخد واحد منهم من هذه النتوءات الجسم بيكون ضدها اجسام مضادة عشان يحاول يموت البروتينات دي ويدوبها فالفيروس يبقى اكسبوزد ويموت فقالك احنا عندنا نوعين من ال اجسام المضادة اللي بينتجها الجهاز الملاحي المناعي الجهاز الملاحي ده بنستخدمه في اورام المخ نعم الجهاز المناعي في جسمك اللي هو الجيش اللي ربنا خلقه لك اول ما يدخل حاجة كائن غريب جوه جسمك الجهاز المناعي ده يجري يحاول يحاوط هذا الجسم الغريب ويعمل ما يسمى بالاكسام المضادة يحاوط هذا الشيء الغريب اللي دخل جسمك عشان يدخلوا جوه الخلايا بتاع المناعة دي ويهضموا ويبدأ يكسروا ويبدأ يكلوا ويبدأ يدوبوا وينزلوا في مجرى الدم عشان يبدأ الكلا والكبد يتعامل معه فقالك الاجسام المضادة دي عندنا منها نوعين في نوع اسمه IGG اللي هو الاجي جي اللي هو اجسام مضادة كتير جدا جدا بتنتج بكميات كبيرة ولكنها مش فعالة او انما بكمية كبيرة جدا الجاز المناعي ينتج فيه بقى نوع تاني اسمه الاجي ام ده بتنتج بكمية صغيرة بس كفائتها عالية جدا يعني تدخل تصيب الهدف في مقتل وبالتالي فيه عندنا نوعين من التحليل فيه نوع الPCR اللي هو يكشف على نواية الفيروس نواية البلحة ونعرف بالزبط تركيزه قد ايه وفيه نوع تاني اللي بيكشف على البروتينز بتاعة الفيروس اللي هي بتترجم عندنا عن طريق ان الجهاز المناعي بي هاجمها فيطلع اكسام مضادة وقلنا فيه نوعين نوع جي ونوع ام هو ده الاكسام المضادة اللي احنا بنشوفها او بنحاول ان هي نشوف كميتها في الدم عشان نقول الشخص ده خد المرض وكون ضده مناعة وبقى عنده اكسام مضادة ومفيش خف عليه ان شاء الله الا اذا حصل تحور في هذا الفيروس بس طالما جهازه المناعي قوي وقدر يعمل اكسام مضادة لهذا الفيروس حتى لو تحور ان شاء الله هيقدر يتعامل مع الجزء المتحور حاليا بقى الواضح كالآتي ان احنا نعمل اختبارات للناس اللي عندها اعراض او الناس المخلطة او الناس الاتقم الطبية اللي بتتعامل مع حالات زي كده نعمل اختبارات بكميات كبيرة سواء البي سي ار او المضادات الاكسام المضادة طيب بعد ما نعمل الفحوصات دي هيطلع لنا ناس بوزيتف بس ما عندهمش اعراض الهم التسعين في المية اقول له ان بيعزل نفسك انت منزليا كده اسبوعين عشان ما تنشرش المرض لا لحد من اهلك ولا للناس الغريبة او يجيني ناس بوزيتف وخمسة في المية عندهم اعراض خفيفة ده ياخد علاج ويكمل عادي خالص ما عندهش مشكلة وخمسة في المية هيبقى عنده يدخل بيها المستشفى ونلحق قبل ما نسبة الفيروس تعلى فيسموها الاول تيستنج وبعد كده الناس اللي تطلع بوزيتف نعمل لها او عزل وبعد كده حاجة اسمها كونتاكت تريسنج يعني انا اشوفه بقى مخالط لمين وده قبل مينيوم ايه والتاني قبل ثلاثة اربعة والتالت قعد مع خمسة ستة اشوف بقى الناس اللي هما حصل كونتاكت بينهم او تواصل بينهم مع هذا المريض اللي تطلع بوزيتف ونقدر بالطريقة دي نعزل الناس حتى اللي عندها اعراض بسيطة عشان ما يعودش يعدي في ناس اخرى وندخل في متولية حسابية وزيادة في عدد الحالات دي اسلم طريقة نقدر ان احنا نتعامل بيها مع المرض الكورونا واللي عايز اقوله انه في النهاية هو فيروس هياخد دورته وهينتهي اخبالك زي اي فيروس تاني زي مثلا السارس السارس دا كان فيروس حصل جاه في 2003 وهو شبيه جدا بالكورونا بالعكس دا كانت نسبة الوفيات منه حوالي 10% السارس دا يعني نسبة اعلى بكتير جدا من الكورونا الكورونا دا نسبة وفيات في رأي قليلة جدا لانه احنا اي حد الوقت بيموت في امريكا بيقولك دا مات من كورونا ممكن يكون مات من سرطان مات من التابر او عادي مات من نزيف في المخ ومن جلطة في المخ بيتحط التشخيص دايما انه كورونا بوزيتف طب هل الكورونا بوزيتف دا هو الموت العيان ولا حاجة تانية سكر وضغطه وقلبه وسرطان فاحنا مش قادرين نعرف انما اللي احنا عارفينه كويس قوي انه اعداد الوفيات لو قرنتها بالاعداد الوفيات في السنوات العادية الطبيعية هتلاقي انه الزيادة تعتبر زيادة طفيفة جدا وبالتالي اللي انا اقدر احسب به كويس قوي بلد زي امريكا 350 مليون بني ادم عملوا اختبارات لستة مليون ومفتخرين جدا انه عمل اختبار لستة مليون نفر انما فين بقيت ال 344 اتعرفش عنهم حاك اتعرفش اذا كانوا عندهم الفيروس ولا لا فاذا كانوا عندهم الفيروس هتلاقي بقى نسبة عندهم كتير جدا ونسبة الوفيات اللي انت بتتكلم عليها دي هتبقى ضئيلة جدا بالنسبة لعدد السكان وبالتالي احنا ما عندناش ده تجبيره انما اللي اقدر اطمنكم به ان احنا الوضع عندنا الحمد لله احسن كتير احنا وافريقيا على وجه الخصوص والامور مش محتاجة الخوف الشديد انما محتاجة بعض الحرص والتشخيص البدري هو اساس العلاج والوقاية من هذا الفيروس ربنا يحمي مصر ويعيد علينا هذه الايام المباركة بالخير والصحة ونشوفكم دايما على خير واتمنى اني اكون قدرت اوصل بعض المعلومات عن المرض اللي هو حديث العصر في العالم كله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته